من شراءة صحة الصوم أن لا يكون مريض والمولى تبارك وتعالى اشترط أن لا يكون إنسان مريض لكن الكلام بالمرض وكان الحديث بأنه من اشتد واجعه أو مثلا زاد تأخر شفاءه ووقت شفائه لأن الكرآن الكريم كان مجملا ولم يبين إلا كلمة مرض وكلمة سفر بقية استنباط الأحكام الشرعية من الروايات ولها أهل اختصاصهم أهل الاجتهاد وأهل الفتوى المؤهلين لذلك لكن في الواقع هي مسألة مهمة جدا عندما تتحدث عن المرض وأنواعه الكثيرة بلح سؤالنا كثير عن مسألة يعني اليوم مثلا لو بنا نحكي من يتناول أدوية عبر الفم من يتناول أدوية أدوية هلأ رح نذكر بعض المسألة التي تتحدث عن الحقن وغيرها وغيرها القطرات الحقن صح مش مريض بتقول مش مريض يعني المرض الذي يضر معه الصوم والمرض لأني مثلا أفرض عندي قرحة بمعتي إذا بدي يصوم وما ممكن إن لازم يخذ أدوية بالنهار إذا بدي يصوم بيعمل لي ألم شديد شديد لا يتحمل ويطول بديل ما أشفى بشهر بصير بديل شهرين وثلاث وهكذا هؤلاء الناس رخي صلاهم الإفطار بل وجب على بعضهم الإفطار بل لا يجوز لهم الصيام أحيانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر